بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الصيام لمرض السكر الإنسان المريض مرض السكر هل يجوز له أن يفطر في نهار رمضان في الحقيقة الحالة هنا تختلف من شخص للشخص والحكم هنا يختلف من شخص للشخص الإنسان مريض السكر إذا كان يقدر يصوم وما فيش أي تأثير مرضي أو صحي على صحته أو على جسمه أثناء الصيام فله أن يصوم ولا مشكلة في ذلك لكن إذا كان الصيام هيتعبه أو هيؤذيه أو هيزيد من المرض عليه يبقى في هذه الحالة له أن يفطر في نهار رمضان في بعض الناس أحيانا ممكن بتتعالج من السكر عن طريق الحبوب فده بنقوله لو تقدر تاخد حبوب السكر قبل السحور وبعد الفطار وده مش هيأثر عليك أثناء النهار يبقى في هذه الحالة لك أن تفعل ذلك وتصوم النهار وإن شاء الله صيامك يكون مقبول طيب إذا الشخص ده بيتعالج مثلا بالأنسولين اللي هي الحؤن تحت الجلد يبقى في هذه الحالة ما فيش أي مشكلة خالص لو عايز يصوم يصوم وياخد الحؤن عادي في نهار رمضان لأن الحؤن اللي تحت الجلد ما بتفطرش طيب إذا كان المريض ده محتاج أن هو يتعالج بالحبوب ثلاث مرات يوميا أو لازم ياخد الحبوب في النهار يبقى في الحالة دي له أن يفطر ولا أحرج عليه وبعد كده بقى بننتقل لمسألة القضاء هل الشخص ده يجب عليه القضاء ولا لا الإنسان إذا كان مريض مرض مزمن مرض مزمن يعني ده مرض ملازم ليه هيفضل معه طول حياته فالإنسان ده إذا كان مريض مرض مزمن وما يقدرش يصوم في نهار رمضان أو حتى في غير رمضان ما يقدرش يصوم نهائي يبقى في هذه الحالة إذا أفطر في نهار رمضان بالسبب مرض السكر أو أي مرض تاني يبقى له الحق أن يخرج الفدية يخرج الفدية عن كل يوم يطعم مسكين أو يخرج القيمة بتاع اليوم ده لكن الإنسان إذا كان مريض مرض مش مزمن هو مرض عارض مرض مؤقت يعني هو بس السكر مرتفع عنده في رمضان فقط وبعد كده بعد رمضان يقدر يصوم من خلال مثلا أنه هو بيزبط أكله أو بيزبط علاجه كويس يبقى في الحالة دي لا يحق له الفدية ويجب عليه القضاء يبقى الشخص اللي بيطلع الفدية هو الشخص اللي عاجز عجز مستمر عن الصيام ده مش هيقدر يصوم طول حياته أما الإنسان إذا كان يقدر يصوم بعد رمضان بسنة بسنتين حسب حالته الصحية وحسب تحسنها يبقى في الحالة دي يجب عليه القضاء إذا تيسر له الأمر والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة